بسم الله الرحمن الرحيم من كم يوم كده اكتر محافظ في مصر مصور مع طمطماية عليها كلمة الله ومعجزة وازاي بلازم يبصها عسيز بان هو رجل متدين وان هو رجل المحب للدين اولا يعني يعني لما تشوف شجرة فيها عجازات علمية كتير جدا وازاي انها تنتصر عصر من الارض وتجبر وواوا والحاجات كلها وكل ده ملافتش انتباهك ان اكيد حد خلقها ومستني ان انت تقرأ الامضة يعني مش عارف او ليه يعني كان مثلا واحد دخل عمارة كبيرة وشايفة كلها مبنية وهو بش مقتنع انها موجودة غير لما لقى فيه ورقة كده مكتوبة ان العمارة دي تبنت فآمن ان فيه عمارة موجودة يعني انت مفروض ايمانك قوي ما تستناش ان انت تقرأ كلمة الله على ورقة شجر او على قطيع او على بيض اي اولا خلينا نتكلم بقوة او بصراحة كلمة الله عبرها عن ثلاث خطوط وفيه دورية الف لام لام هي فسهلة جدا انها تبقى موجودة في اشكال كتيرة وانت لو بسيط على الطمطمان اللي قابليها هتلاقيها خطين ودورية اللي بقى بعديها اربع خطوط ودورية فبالشيه دي المعجزة وبالشيه تلاقيها معمولة بيعني كأنها مكتوبة لا انت بتتخيلها انت بتعمل اسكوط ان فيه شكل في دماغك فبص على الحاجة معينة فتلاقيها النارده شايف واحد عمل اعجاز والتلفزيور هتصور معها وبص على البحر اللابيض المتوسط والبحر اللاسود فلاك كلمة محمد هل انت مستني ان انت تشوف كده كلمة محمد يعني انت لو بصت للبحر اللي بعدها هتلاقي واقل هتلاقي مصطفى هتلاقي جرجس هتلاقي يهوزة انت بتفكر في حاجة الموضوع ده هل هو ده عند المسلمين بس لا موجود عند كل الاديان وحتى الناس اللي مش قدين سماوية كان فيه ناس بيتعبض الارد يقولك حنا نشوفناه في ورقة شجر فازاي على وقت شجر فبدأ بعبود الارد من الفين واربعة من فترة يعني كان سيدوش اتباع على موقع اي باي بثمانية وعشرين الف دولار بعت واحدة اسمها ديانا دايسر من الولاد ديتورت هي طلبت عيش فبتاكل فلاقيت في جزء منه كده اه ده سيدة مهرج الحزراء ظهرت فرحت منصورها وبعته بثمانية وعشرين الف دولار برضو كان فيه واحد ماشي اللي هو كستانتين الأكبر فشاف السحابة قالك ده على شكل الصليب فتحول للنصرانين في كل الاديان كده هتلاقي الناس في دماغ حاجة معينة او بتفكر في حاجة معينة فبص كان يقولك البلاط ده على شكل حجاج طب البلاط اللي جنبيه واللي قابليه هو البلاط بيتعمل بشكل عشوائي ما بقاش فيه رسمة جواه تمام وانت بتخيل ولو ما حدش قالك عليها بش تاخد بالك منها فبلاش انت مؤمن بحاجة ما تستدهاش بان انت تلوي اي حاجة بحيث انها تسبت رايق تقول اه ده هم بص 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 شاف الحاجة دي الجبل ده جبل واحد يبقى فيه توحيد فيه ثلاث جبلات يبقى فيه تسليس لا انت اؤمن بأدلة قوية حاجات يعني متخليش البرادوليا تضحك عليك وتخليك تشوف اي حاجة عشوائية تشوف ان اي دي دلالة على الدينام تحتك لان ده هيبقى دليلهاش فاول تجربة هتسقط تمام خلي ملك بربراك كبير خلي الادلة اللي موجودة في الكتاب بتاعك هو دي اللي تستدل بيها ما تلويش نص الاية عشان تثبت حاجة علمية لان ممكن حاجة علمية اللي الناس اخذت عليها نوبل تطلعها فلاغة غلط يعني بتحصل كتير مش عايزين نخش في النقطة بس مثلا نظريات الجاذبية بتاع النيوتين تشوف انها بشتبتة في كل الحاجات ما ينفعش مع الأجرام السنوية ما ينفعش مع النجوم والكواكب والحاجات دي يعني كل حاجة ببقى لها حاجة بعد فترة بالنظريات تتغير تمام؟ كان الاول يقول لك مثلا الشمس هي اللي بتلف حواليه ان الارض وبالكالل نظريات غيرت فما تلويش نص الحاجة منهم ان انت مؤمن بالحاجة ما مش لازم تلوي النص بتاعها عشان تثبت حاجة اللي انت عايزة اشتركوا في القناة